مرحبا ليش منضحك الضحك اش يعني من وين ما اجا ولد بركض باتجاه ابوه بحذر فيه ابو بحكيوله قوعد تدير بالك لحسن توقع ضل يركض اول ما موقف راح اجا وقع اجر اب ضحك ما قدر يمسك حاله ليش الاب ضحك بس الولد ما شاف انه الاشي بضحك يمكن عشان نعرف لازم نحفر بالاعماق اول ونعرف احنا لش نضحك من الاساس احيانا بس اسمه حدا بضحك بتصير تضحك مش ضروري تكون نكتي اصلا مجرد انه في حدا ضحك بكره البقين وراه دماغك في خلايا عصبية ناسخة اسمها مسؤولة عن تقليد الاخرين بتصرفاتهم ومشعرهم من الناس اللي حواليك مسؤولة انها تقلدهم كنوع من التعبير على الانتماء والتعاطف مع ابناء المجموعة اللي انت فيها وهاي نفسها الاعصاب بتلعب دور بتعلم اللغة والمهارات والاندماج مع المجتمع انت رح تضحك اكتر بتلاتين مرة لما تكون مع ناس من لما تكون لحالك مايكل ستيفنز من مايند فيلد جاب اشخاص ممثلين وخلاهم يحكوا نكتي بايخة قدام واحد اللي هو الضحية كلهم ضحكوا عليها معينها بايخة فهو ضحك معاهم بعدين غيروا الاشخاص اللي حواليه وجابوا واحد حكا نفس النكتي ما حضو ضحك فهو ما ضحك لما اجوا سألوه ليش ضحكت اول مرة قالهم النكتي كتير حلوة حساتها جد بتضحك فتحكت عليها لما سألوه ليش ما ضحكت تاني مرة قالهم لانه النكتي ما بتضحك حتى بالمسلسلات بحطوا ضحك عشان تضحك اكتر جرب احضر فرينز مثلا بدون مؤثرة صوتية كيف ممكن يكون الضحك بلش؟ احنا كعينات اجتماعية نمبر ون من زمان كنا كتير بحاجة للتواصل مع مجموعتنا لانه بخدمنا وبخلينا نتفوق فكانوا يقعدوا مع بعض ما فيش اشي وراهم لما ما بيكون فيه خطر بيكونوا بلعبوا مع بعض او بلا يخوه تعال بلا شوف فيه اشي يوم بحكم تعال شوف اشي هاد هذا التواصل القريب يمكن يكون خطير لو انه مع حدا انت ما بتعرفه وما بتبطق فيه اشرحية مال فيك واحيانا بيكون بمناطق حساسة ممكن تأذيك فالضحك هو طريقة للتواصل زي كأنك بتحكي لهذا الشخص اللي قرب عليك انه انا عارف انه انت تصرفك يبدو عدائي بس انا بعرف انه انت مش اصدق تؤذيني فبتصير تضحك كأنك تبعت له اشارة انه انا فهم عليك انت بس بتمزح معين مزحو ههه عشان هيك لما يجي حدا كركرك بتضحك حتى لو انت متداقبة عالاغلاء بتضحك يتخيل تروح تكركر حدا بالشارع ما بتعرفه ولا هو بيعرفك ايش رح يعمالي رح يخاف رح يضربك يمكن يكاد ايش ماله ايش بده مني هذا بمقرب علي هيك وعشان هيك لما تككر حالك انت ما بتضحك لانه انت قريدي عارف انه انت مش قاصد تقذي حالك اللي عاد اذا كنت مفصوم ولازم تتحدثه مع بعضيكو وتقود علاقات الترابط بين بعض ومش احنا الوحيدين الشمبانزيز والأورانغوتانز كمان بضحكوا وحتى الفيران بس الشمبانزي مثلا بضحك من بطنه واحنا بنضحك من الحنجرة عشان هيك ما بتقدر تضحك وتحكي مع بعض لانه بنفس المكان تضحك والحكي وهذا الاختلاف بيننا وبينهم هو انه احنا بنمشي على اثنين مش اربعة واذا انت بتمشي على ايديك رح يكون في ضغط مستمر على الجهاز التنفسي تبعك يعني يا ويلك تركض ولا تحكي ولا تتنفس ولا تضحك وكله مع بعضه عشان هيك كمان الحيوانات التانية صعب عليهم انه يصير عندهم لغة لانه في ضغط دائم على الجهاز التنفسي مش زي عنا طيب النكت احنا ليش منضحك عن النكت طيب امتبع للأحداث وعند بحاول يحلل ويكتشف ايش اللي رح يصير لحاله فبتفوت بحال التوتر لانك بدك تفهم ايش رح يحكي بس تسمعي البونش لاين او الفي بترتاح وبتصير تضحك كمكافأة لنفسك على انك تخلص من هالوحجية فالضحك بيخفف من السترس وبيزيد النشاط وبيسكن القلم كمان الضحك اشي كتير مفيد للجسم كيف منقرر انه هاد الاشي بضحك مثلا صاحبك فتح اننت كولا طلعت في حد اخضتها قبله وفقعت في وجهه انت ضحكت معك حق بس ليش لش ضحكت انت بتضحك علي صار لانه اولا المنطق بحكي انه ما تخض القنينة يعني اللي صار اشي مخالف للمنطق وهذا اول عامل وتاني اشي هو الاهم هو البعد عن الخطر وهي القنين عم تفقع بوجهه انت عارف انه رح يدايق شوي بعد الحادث القليم هاد بس عادي ما رح يسبب له ادعى المدى الطويل فما في خطر فبتضحك هدول العاملين توفروا ما في خطر واشي مخالف للمنطق اما هو اللي محطوط بالموقف مع انه اشي مخالف للمنطق ممكن اضحكه بس هو كمان لسه فيه وردت فعله الاولية دفاعية لا ارادية يعني بالنسبة له لسه ما في بعد بينه وبين الحادث فيمكن يكون في خطر لسه هلا فما رح يضحك بس بعد فترة بس يتذكر الموقف رح يضحك عليه لانه خلاص وخلاص وصار بأمان وصار اشي فجأة وهيكا عارفو كايو وحبينا بعض وهيكا تنغنشنا عشان هيك الاب ضحك على ابنه اللي وقع والولد ما ضحك بس بعد فترة بس الولد يتذكر الموقف هو كمان رح يتحك حاله هلا الضحك حلو بس مش دايما فيه بنات بمدرسة داخلية بما يعرف هلا بتنزانيا كانوا بضحكوا على اشي بالصف وما قدروا يوقفوا لدرجة انه اغلب المدرسة انعدت منهم واضطروا يسكروا المدرسة وروحوا الولاد عند اهليهم بسبب هذا الموضوع ولما روحوا عند اهليهم عدوا اهليهم وانتشر هذا الوباء او المرض اللي بسموه بالسوهيلي اومينيبو بكل المنطقة وضال لفترة طويلة اللي بين ما لحاله صار يخف لما حاولوا يحققوا باللي صار اكتشفوا انه الضحكوا عليه اشي ما بضحك ابدا هلأ بيقولوا انه المدرسة كان فيها كتير قوانين صارمة وكل اشي كان تقريبا ممنوع فرد تفعل هدول الاطفال عشان ينفسوا عن حالهم كانت الضحك الهستيري كنوع من التعبير لانه ما كانوا يقدروا يعبروا بطريقة تانية والكل اللي نعدى الضحك معدي بتعرفوا ايش كمان معدي؟ التثاؤب ولنفس الاسباب بس مش الكل بنعدي منه الاشخاص اللي عندهم توحد مثلا ما بتتاوبوا تعاطفا مع الاخرين ما بنعدوا من التثاؤب يمكن لانه عندهم الخلايا العصبية الناسخة اللي هي مسؤولة عن تقليد الاخرين والتعاطف معاهم ما بتشتغل زينا فبيفقدوا تعاطفهم مع الاخرين نوعا ما حتى لغتهم وتعلمهم المهارات المختلفة واندماجهم مع البقية بكون غير هذا كان كل اشي اليوم وبتمنى لكم حياة مليئة بالضحكات والقهقها ويبقوا تذكروني اذا بثي نكتة بلا اشي بعتوا لي اياها لانه انا كمان بحب اضحك سلام اذا بتحبي لي بعمله وحابب اني اكمل واطور المحتوى بتقدر تدعمني على باتريون على الحالتين شكرا لكم سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة